شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم اجمعينا إلى يوم الدين نحن الآن على أعتاب الحيام الفاطمية الثانية وبهذه المناسبة نتحدث حول الصديقة الطاهرة باطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وذلك في فصلين الفصل الأول في المقامات الغيبية للصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها مقدمة لهذا المبحث نشير إلى أن هناك في العقود الأخيرة تجاها انتشر بين بعض المتدينين ولعله يمكن أن نطلق على هذا الاتجاه التفسير المادي للدين في هذا الاتجاه هناك بحوث البحث البحث الأول لماذا نشأ هذا الاتجاه البحث الثاني ما هو الموقف تجاه هذا الاتجاه والبحث الثالث سؤال وجواب أما البحث الأول الشيء الذي يبدو أن هذا الاتجاه اتجاه التفسير المادي للدين نشأ على أثر المد المادي الغربي أو كان هذا المد من العوامل المؤثرة في تكوين هذا الاتجاه الغربي على أثر التجارب المريرة التي خاضوها مع الكنيسة الكنيسة كانت تعتقد بمجموعة من الأفكار الخرافية وكانوا يعتقدون أن هذه الأفكار هي جزء من الدين مثل هذه الأفكار بعضها التي يحملها بعض مشايخ الوهابية رأيت كتاب كتبه شيخهم الأعظم الذي توفي يصر في هذا الكتاب على أن الأرض ساكن لا متحرك كتاب كامل ويكفر أو يضلل جميع الذين يخالفونه في هذا الرأي ومن الأدلة التي يقيمها على ذلك يقول كل يوم إحنا عندما الصبح نقوم نشوف البقال والعطار والخباز كلهم في مكانهم إذا الأرض كانت متحركة لازم يوم من الأيام البقال يكون هنا في الجانب الأيمن يوم ثاني يكون في الجانب الأيسر هذا في كتاب مذكور راجعوا كتاب ويقول أن جماعنا صحوني أن لا أكتب هذا الكتاب ولكن الحق أحق أن يقال هذا هو الحق هكذا أفكار رجال الدين المسيحيون كانت لهم هذا النمط هذه النوعية وكانوا يصرون على أن هذه النظريات وهذه الأفكار جزء من الدين وأن كل من يقوم في مقابل هذه الأفكار فهو ملحد مرتد كافر يجب أن يقتل هذه الحالة خلقت رد فعل في الغرب ووجد هناك اتجاه في الغرب لرافض جميع القضايا الغيبية وأن كل المعارف البشرية إنما تبتني على التجربة والمشاهدة والمختبر الشيء الذي ترونه في المختبر يمكن إثباته في المختبر أن قطرة الماء مكونة من ذرته كذا وذرة كذا هذا بالمختبر يمكن تثبته هذه حقيقة أما الأشياء الغيبية فكل لاعتبار بها هذه الموجة المادية الغربية الغرب حضارة حاكمة هذا الشيء لا ينكر الحضارة الحاكمة أفكارها تموجاتها تؤثر في الحضارات المحكومة في يوم من الأيام نحن كنا الحاكمين في يوم من الأيام الغرب الغرب هو الحاكم التي ترتبط بالغير يحاولون إلغاءها أو تأويلها بأي شكل من الأشفا هذا البحث الأول البحث الثاني ما هو الرأي مثل القوانين الوضعية الحاكمة المحكومة 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 أنتو إذا أخذت الدين أخذت الغيب من الدين يعني جرت من قاعدة التي يبتني عليها الألوهية غيب هذه القاعدة الأولى التي يبتني عليها الدين أخذت غيب ويعبرون عنه بغيب الغيوب الغيب المطلع هناك حديث موجود على ما ببالي في حق اليقين إن الملأ الأعلى يطلبونه كما تطلبونه وأنتم حتى الملائكم لا يعلم نحن لا نعلم الملائكة أيضا لا يعلم الله غيب صفات الله كلها غيب نعلم أن الله تعالى عالم ولكن ما حقيقة علم الله غيب غيب وكل المحاولات البشرية لاكتشاف كل صفات الله محاولات فاشل النبوة تبتني على الواحي الواحي ما هو الواحي غيب المعاد المعاد ما هو غيب الواحي الاخر الاخر البطون وطونها هناك تعبير في كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه البطون تعبير مجهول لنا الاخر فيها بطون والأموات ينتقلون بعد رحيلهم من بطن من بطون الآخرة إلى بطن آخر مثل غرفة في داخلها غرفة ثانية في داخل الغرفة الثانية غرفة ثالثة خيب القرآن الكريم مبني على الغيب أول البقرة سورة البقرة الذين يؤمنون بالغي نحن نحاول كل شيء نخضع للمعادلات المادية هذا معناة إلغاء القاعدة التي يبتني عليها في أوائل سورة البقرة ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون راجعوا تفسير المنار تفسير المنار يحاول كل شيء غيبي في القرآن يأول يحاول بشدة أن يؤول هذا إنه جماعة ماتوا الله بعدين بعثهم هذا فالشيء غير خاضع للمعادلات العلمة راجعوا تفسير المنار في قوله تعالى فقلنا ضربوه ببعضها أنه ميت أخذوه وضربوه ببقرة بقرة ميتة هذه القصة مذكورة تفصيلها ليست هدفة علىها بمجرد ما ضربوه بالبقرة أو بالبقرة الميتة احتيا الميتة يحاول بكل قوة أن يأول هذه الآية الجن غيبه الملائكة غيبه كم مكان أول طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل يحاول أحد المفسرين يقول هذه كانت مكروبات لا يوجد مكروبات في المراض تشبه الأبابيل تقول هذه المكروبات انتشرت في هذا الجيش مراض وضائي ومات هذا الجيش ما تفعله مع المسيح يحيى الموتى بإذن الله ينبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم أيضاً يحاول تأويل التأويل أو الإلغاء القرآن لا يمكن إلغاءه فيضطرون إلى تأويل الأحاديث كلما يتمكنون يحاولون إلغاءه إنكاره القرآن مشحون بالقضايا الغيبية من أوله إلى آخره لا يمكن إلغاءه إما واحد يقبل الغيبة ككل أو يرفض الغيبة ككل المبحث الثالث ما هو الفائد؟ سعرفنا أن الزهراء لها مقامات غيبية أنه ماذا حدث في الملأ الأعلى عند زواج الزهراء صلوات الله عليه أنها كانت تعلم الغيب مثلاً ما هو الأثار؟ يعني تطار هذه القضايا الغيبية ما هو الأثار؟ الجواب على ذلك جواب نقضي وجواب حلي أما الجواب النقضي أولاً ما هي فائدة مباحث علم الكلام والحكمة الإلهية؟ كثير منها يعني الممكن مركب من وجود وما هي ما فائد؟ لماذا فقط هذه المحاولة في الكرامات والمقامات والقضايا الغيبية الدينية؟ لماذا هذا الإشكال لا يطرح على المتكلمين؟ لماذا لا يطرح على الفلاسف؟ الممكن مركب من وجود وما هي ما هي فائدة؟ الوجود ومشترك ما هي فائدة؟ الموجود يكون مشترك أو غير مشترك مشترك لفظي أو مشترك معنوي ما هي فائدة؟ الوجود زائد على المهية ما هي فائدة هذا البحث؟ ما هي فائدة؟ ما هي فائدة؟ ما هي فائدة؟ ما هي فائدة هذا البحث؟ لماذا هذا الإشكال لا يوجه إلى الفلاسفة وإلى المتكلمين؟ أنه ألغوا هذه البحث لأنه ليس له فائدة فقط يوجه لخطيب يتكلم حول المقامات الغيبية للصديقة الطاهرة فقط الإشكال هنا وذلك من الإشكال هنا الجواب النقضي الثاني ما هي فائدة العلوم الطبيعية؟ كثير منها الشمس تبعد عنها 93 مليون ميل ما هي فائدة؟ هذا المقدار؟ ما هي فائدة؟ 93 إلى 94 مليون ميل مثلا، أي مقدار؟ ما هي فائدة؟ مقدار؟ الأرض كروية لا مسطحة، ما هي فائدة؟ مقدار؟ لا مقدار، مقدار، أي أنه يصبح ماء في هذا البحث؟ يصبح خبوز؟ لا يصبح بيت تسكنون فيه؟ لا كم مجرة يوجد في هذا الكون؟ ما هي فائدة هذا البحث؟ العلوم الطبيعية، كثير منها نفس هذا الإشكال يرد عليها، لماذا هذا الإشكال هناك ما تطرحون؟ الجواب النقضي الثالث في العقائد الدينية، الله واحد واثنين، ما فائدة هذا البحث؟ الله واحد أو اثنان، دعوه يكون إله ثاني، كل يوم نقرأ، قل هو الله، ما فائدة؟ الإشكال عام، الإشكال مشترك، هذا هو الجواب النقضي بفروعه الثلاث الجواب الثاني الجواب الحلي، أولا المعرفة مطلوبة في حد ذاتي، المعرفة لها قيمة ذاتي وَهَذِهِ قَاعِدَ يَقْبَلُهَا الْبَشَارِ وَهَذِهِ قَاعِدَ يَقْبَلُهَا الْبَشَارِ وَثَانِيًا الْحَقِيقَةِ تَمْلَأْ مَكَانَ الْخُرَافِ البشر إلى ميل غيبي، إِنْتُ إِذَا مَا مَلَأْتُمُوهُ بِالْغَيْبِ الصَّحِيحِ يَتَّجَهُ الْغَيْبِ الْبَاطِنِ هذه هي طبيعة البشر، ليس فقط في البشر المتدين، لدينا اتجاه إلى عالم الغيب، إلى الغيبيات، الآن حتى الكفار، حتى الغربيين، لديهم اتجاه غيبي، أنا الآن لم يكن لدي الكتب التي تتناول هذا الجانب، راجعوا الكتب في هذا الجانب، العرافين في الغرب لهم موقع، الكبار يرجعون إليه، موقع كبير، والسوق رائج، المنجمون في الغرب لهم سوق رائج، السحرة في الغرب لهم سوق رائج، كلها قضايا غير، البشر عند هذا الاتجاه، هذا الفراغ في داخل، يجب أن يملأ، إذا لم يلأتموه بالغيب الصحيح، يتجهه إلى الغيب الباطل، هذا الثانية، وثالثا، فرق بين أن نعرف فردا بأنه بشر عادي مثلنا في كل شيء، وبين أن نعرفه بمقامه الغيب، فرق كبير، أن نعرف أن الإمام الرضى صلوات الله عليه، كان الإمام مفترض الطاع وانتهى، أو نعرف بأن الإمام الرضى حي، وأنه ناظر إلينا، هذا العالم الذي رأى الإمام الرضى، ورأاه يجيب سلام كل واحد من الوافدين عليه، فردا فردا، بجواب خاص، فرق كبير، ليش في الآية الكريمة إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن العالم معرفته بالله أكثر، فخشيته من الله تكون أكبر، تعظيمه لله يكون أكثر، ففرق أن نراهم بشرا عاديين مثلنا، وما يقولهم أي جانب غيبي، وبين أن نعرفهم بمقاماتهم وجوانبهم الغيبية، بقدر الإمكان، ولذلك في الحقيقة، هذا الاتجاه الذي يرى أن القضايا الغيبية، وأن المقامات الغيبية كلها يجب أن تلغى، هذا الاتجاه، اتجاه غير مقبوص، وإنما القضايا الغيبية والمقامات الغيبية يجب أن تطرح، ويجب أن تبين، طبعا يجب أن توضع في إطار يقبل، الشيء يحتاج إلى تحليل، إذا الشيء ذكرته مع تحليل يقبل، وإذا لم تذكروا معه تحليل ربما يكون ثقيلا على بعض الأذهر، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، شَعَّتْ شُمُوسُ الْهَدِّي بِالْكَلِمَاتِ فأنارتي الأفهم بالآياتي، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهاتي، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقاتي، بين الظلام وبين نور مشرق، هدين ينير الدرب بالوامضاتي، شكرا